أهلا من حضراتكم تقوص الاحتفال في مصر بشام النسيم ليه خصويتها المختلفة شام النسيم في مصر يعني جنينة كبيرة فسحة كبيرة في سيخ رنجة خضار غيرها من التقوص اللي احنا متعوذين عليها من أيام جدودنا مش جدودنا اللي هم جدودنا أهلينا لأ جدودنا المصريين القدماء شام النسيم في التاريخ ليه أصول كبيرة جدا بيعتقد أنه هو يعني أقدم عيد في التاريخ لأنه هو بطبيعة الحال أقدم عيد عند القدماء المصريين وكان ليه تقوص كتير كان ليه تقص ربيعي وهناك من قال أنه يعني بداية خلق الأرض فتم الاحتفال بيه على هذا الأساس خلينا نعرف التقوص اللي عملها المصر القديم في هذا العيد بصحبتنا الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الأثار بمكتبة الأسكندرية منورنا ومشرفنا في سوديو سوار صدفة أنا صدفة منا كل سنو طيبين وكل أخوة الأباط طيبين بمناسبة قيام المجيد أمس والنهاردة عيد شام النسيم لكل المصريين وكذلك عيد العمال ومصر دائما يا رب في سلام وخير وصحة وسعادة للجميع يا رب دايما شمو كان الاسم الأولاني لهذا العيد المصر القديم ثم قيل أنه هو أيضا عيد للربيع وقيل أنه هو بداية الخلق أو بداية خلق كوكب الأرض ثلاث حاجات قالها المصري القديم في هذه المناسبة التاريخ في القصة دي قال إيه؟ هو بالنسبة لنا المصري قديم أسم السنة لثلاث فصول كان من ضمنهم الفصل اللي هو الشمو ده فصل الحصاد والله خاص بالربيع ودايما الأزهار بتطلع فيه والمحاصيل فكان احتفاء كبير جدا من المصريين القدماء بهذا الفصل لأنه بالنسبة لهم ده يعتبر الخير هما زرعوا العام كله فده الحصاد بالنسبة لهم كان هو موسم المكافأة من الإله ليهم فكان فيه احتفاء كبير جدا المزرعات بتيكوا فده شيء عظيم جدا وكان عندهم معبودات شهيرة جدا للحصاد زي لله رينوتت زي لله نبري رب القمح وهكذا يعرف مصر دولة زراعية منذ أقدم الوصول إلى الآن فكان ده شيء مقدس جدا ارتباطه كذلك بنهر النيل نهر النيل بالنسبة لنا في مصر قديمة هو وما زال إلى الآن هو واحد الحياة لهذه البلاد العظيمة اللي هي مصر ومرتبط أيضا بالرب أزريس اللي هو يعتبر إله الموت الذي بعث من الموت مرة أخرى فأزريس بالنسبة لنا إله مهم جدا جدا في مصر قديمة فتم تقديس الطبيعة والاحتفاء بالربيع في هذا التوقيت مع أحداث كتيرة زي ما ستكت تفضلت كذلك الخلق حد ذاته في مصر قديمة يعني هما تخيلوا أن الكون ده عبارة عن ماء ثم الإله خلق نفسه بنفسه من هذه النيل يعني هما اعتقدوا أن بداية خلق ربنا للأرض كان في هذا اليوم يعني هو جاء الاحتفاء مصادفة مع هذا التوقيت أنه تم الاحتفاء بالربيع جاء بعد قيد شامل سين فكان هذا التوقيت بالنسبة لهم توقيت مهم جدا وربطه بنظرية الخلق اللي هي خاصة بمصر قديمة وكان عندنا نظرات خلقة عديدة جدا أن كون ده أيضا خرج من بيضة فبالنسبة لهم كانت رمزية البيض رمزية السمك نفسه اللي هو يعتبر رمز المعبود أزريس كل هذه الأمور بتؤكد على عشق مصر القديم للطبيعة حبه لمظاهرها أنها بتجدد الخصوبة والنماء والإنبات ونظرات الخلق وخلق الكم باستمرار من خلال هذه المتوالية كان فيه تقاليد قديمة فيه يمكن في الصعيد بيحرصوا عليها بس قديمة قديمة يعني قديمة خالص يعني مش عارفة هل هي متوارسة من المصريين القدماء ولا إيه زي محرك بتقول أنهم كان الرموز من ضمنها أكل البيض لأنه رمز للخليقة بس كان دايما يقولوا أنه يأكلوا بيضتين مش بيضة واحدة لأنها بتحمي العينين كل بيضة مسؤولة عن حماية العيون كان يفكروا في أنه الخروج من البيض وإحنا عارفين أن مصر طبعا في الأساس دولة زراعية فكانوا يكسروا بصل ويرووا بالمية على باب البيت قبل أن يخرج كلها عادات مصرية قديمة جدا هل هي متوارسة من المصريين القدماء ولا يعني مع كل تطور للزمن بيحصل تغيير في العادات هو طبعا مصر القديمة كل الحاجات التي نعيشها حاليا وملهاش أي مثلا وجود في حضرات أخرى عادة أصولها مصرية قديمة زي ما حاجة تفضلتي البيض البصل اللي هو أكل الخاص أو اللي بنسميها الملانة اللي هو الحمص الأخضر والخاص والبيض والفسيخ كل هذه الأشياء مرتبطة بمصر قديمة فضلا عن موضوع البصل ده يعني فيه قصة أسطورية بس ما عندناش لها أصول بتحكي أنه كان أحد الأمراء يعني كان قبير طفل ابن أحد الملوك فكان هذا الطفل مريض لسنوات عديدة فما كانش بيتم في البلد احتفاء والاحتفال يعني مراعاة لشعور الملك وابنه فالملك في أحد اللي يمس تدعى كبير الكهنة بتاع الإله أمون وقال له شوف لنا حل القصة دي فهذا الكهن أو كبير الكهنة جاء بصلة وحطاها تحت المخدة بتاعة هذا الأمير عشان يصنشقها في الصباح ولما يصنشقها الأمير في الصباح خفى ورجع لي ممارسة الحياة بتاعته بشكل طبيعي فاحتفلت بقى الدولة في هذه الفترة وكان شام نسيم موجود في هذا التوقيت فتم الاحتفاء بالبصل وهمته وبدأوا يعلقوا في البيوت وفي المنازل يحطوا حزم البصل لأنها بتطرد الأرواح الشريرة لما مقاييس الوقت ده ما كناش عارفين بقى أن فيها أنتباطيك وكناش عارفين أنها بتمنقي الجو بتاخد البكتيريا من الجو بتاخدها يعني وعشان كده حتى برضو في الأرياف وفي الصعيد يقولك لو حد عيان نحط بصلها في القوضة ويتم تغييرها يوميا فحل بصل حتى باللفز ده فحل بصل أو مكسر بحيث أن الإنسان ما بيشم هذا يعني هزير رائحة من البصل طبعا هي بتساعد الإنسان على استنشاقه أن هو يقدر يعود لو مثلا مغمى عليه أو حاجة زي كده لأنه بتنشط الدورة الدموية وطبعا البصل مرتبط بالإله مين عندنا إله مين إله الخصوبة في مصر أديما كان من ضمن أن نباتات بتاعته الخص والبصل طب زمان ما كانش فيه تلاجات كان فيه طرق لحفظ الطعام منها التمليح الفسيح كيف رصدت المعابد أو الجداريات أو البرديات وجوده في عيد شاملسيح هو طبعا عندنا مناظر عادة جدا للأسماك زي السمك البوري اللي هو منه الفسيح وزي السمك البولتي موجودة في مناظر عديدة جدا وفي طريق التمليح زي ما حدت تفضلت هي كانت من إحدى الطرق نشهر جدا للحفاظ على هذا النوع من الأسماك بحيث أنه يفضل لفترة زمنية طويلة وعثرنا على بعض هذه الأسماك نفسها مملحة فده في حد ذاته ورمزيته وارتباطه بالإلهة أزريس وفكرة البعث أيضا والخلق وعودة الحياة واعادة الحياة مرة أخرى للرب أزريس بعد أن قامت الرب أزيس ببعثه مرة أخرى وأن جابت منه الطفل حورس اللي هو أصبح الملك الحي على عرش مصر وتحول أزريس في هذه الحالة إلى الملك متوفى وسيد العالم الآخر فكلها رمزيات مرتبطة بالخلق والديانة وفكرة الملكية في مصر القديمة في السماك المملح ده كان مهم جدا جدا وزي ما حالك اختفضلت أيضا أن الطريقة دي هي بتساعد على حفظ هذا النوع من الأسماك الفترة الزمنية طويلة واستخدامها في هذا الحدث اللي عادة كان بيتكرر كل عام وكان فيه احتفاء بالطبيعة والزراعة ونبص إن الله هذا الأمر وصل إلى الغرب وإلى الشاري الأدنى القديم قبل الغرب من مصر القديم يعني فكرة حضرتك الاحتفاء بالطبيعة ونبص مثلا عندك حاجة شهيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها عيد الشكر أو ثانكيس جيفنج ده بيحصل في الويك اند الأسبوع الأخير بس ده في دي كرومي بس دي كرومي بس سواء الهدف برضو الاحتفاء بالطبيعة والزراعة كذلك عيد الفسح اللي موجود في العالم كله فالمعبودات المصرية القديمة كل هذه الأفكار انتقلت أعتقد لها علاقة بثقافتنا احنا عندنا النيل فطبيعي ان احنا كنا ناخد من السمك ونعمله واحد من السمك مهم جدا جدا مرتبط بالإلاء والزريس وفكرة أيضا البيض اللي هو بيطلع من بق السمك ده بيمثل نظرية الخلق والبعث مرة أخرى لأن دي فيها تكرارية لدورة الحياة فكلها أفكار يعني مصر قديم ده كان عبقاري جدا في رأب كل حاجة في مصر قديم مرتبطة بحاجتين أصدر مصطفى سنقية الحياة والموت إزاي حضرتك تنتصر على الموت وإزاي تخلي الحياة تستمر يعني الموت بالنسبة لنا في مصر قديمة كان مرحلة وسطة بين الحياة الأولى ثم الحياة الثانية ليه الحياة الأبدي ما كانش يعني حاجة مخيفة في مصر قديمة في ثقافات أخرى زي العراء القديم الموت ده حاجة بالنسبة لهم تيرابل حاجة مرعبة جدا وفي ديمين زي فيه شياطين ومرضة شيء مخيف أما في مصر قديمة كان بالنسبة لنا عندنا الجنة والنار الثواب والعقاب وفكرة وزن القلب ثم البعث مرة أخرى في الحياة الأخرى ونخش حاجة اسمها الجنة حقول إياره تستمر فيها في حياة أبدية سرمادية ليس من ورائها فنأ بس بعد أن تعبر من محاكمة لله أزريس والـ 42 قاضي بتقول العالم الآخر وحضرتك تبين قدامهم مبرأ ويسموك مع خرو يعني صادق الصوت زي المرحوم عندنا في الفترة الحالية صحيح فكرة أن مصر إحنا عارفين أنها من زمان جدا طبيعة شعبها في السواحلي وفي الفلاحين وفي السعيدة وفي غيرها هل المصريين القدماء في احتفالهم بشام النسيم كان بيختلف من مكان التاني ولا الطبيعة الزراعية كانت بتسيطر على كل مختلف لا والله لو حدك بسيطي والاحتفاء يعني خروج المتنزهات والحقول طبعا موجودة بس كل واحد بيمرسها وفقا للتقاليد بتاعته والثقافة بتاعته يعني ممكن تلاقي ناس في الدلتا ينزله في الترعى أو في النهر يستحموا أو يعوموا ويقول لك بيتطوب حيث أنه يصحى مبكرا في هذا اليوم عشان يبقى نشيط طوال العام فتلاقي مثلا في الصعيد الثقافة دي مختلفة عن الثقافة بتاعت الدلتا لكنها فكرة الاحتفاء بالطبيعة والخروج للمتنزهات ونحن نشم يعني الأزهار ونشوف النسيم بتاع هذا اليوم النسيم العليل زي ما بيقوله في الصباح الباكر والاحتفاء ونحن نطلع على صفحة النهر النيل ونستركب المراكب ونستروح للحدائق فده في حد ذاته يعتبر شيء فريد جدا وخاص بالحضارة المصرية لكن طبعا النيل بالنسبة لنا هو اللي وحد مصر شمالا وجنوبا وهو اللي وحد مصر سياسيا وحضريا يعني نبص نلاقي مثلا قبل توحيد مصر عن طريق الملك ميناء بنبص نلاقي فيه الاله حورس ده كان موجود الحاجة بيسمها فول ورز في حورس اللي هما اتباع الاله حورس قاموا بتوحيد مصر دينيا الاول ثم حضريا من الجنوب الى الشمال على كذا مرحلة ثم تم التوحيد السياس حيث ما تقدرش توحد البلاد سياسيا الا ما يكون فيه فكرة دينية واحدة وفكرة حضرية واحدة تجمع ابناء الشعب الواحد ثم يأتي التوحيد السياسي لاحقا فده اللي تم في مصر القديمة والنيل بالنسبة لنا يعني شريان حياة كذلك هو واصل بين الشمال والجنوب ووحد الثقافات فخلى مصر كلها مية واحدة فده في حد ذاته يعتبر شيء عظيم النيل طبعا بيمر بثقافات اخرى وبلاد اخرى لكن لم تنشأ ثقافة وحضارة عظيمة زي الحضارة المصرية لانها ترجع الى الانسان المصري يعني هيردوت نفسه قال لك قال ان مصر هبت النيل صحيح زي ما قولها طيبة لكنها منقوصة يعني ايه منقوصة ينقوصة الشيء ان احنا نضيف هبت النيل والمصري لان طبعا النيل بيمر في بلاد كتير جدا لكن لم تنشأ حضارة الا في ارض مصر حضارة عظيمة مثل حضارة مصرية بفضل الانسان المصري اللي هو الانسان البناء الصانع العظيم المسابر العشق لهذا البلد واللي بيشتغل ودايما بينتج ويبني لان طبيعة الامران صفة اصيلة في الحضارة المصرية صحيح طيب احنا اتكلمنا عن الشعب لكن المصريين القدمة الحكام احتفالاتهم اختلفت عن احتفالات الشعب عن العامة كانوا بينزلوا كانوا بيحتفلوا ازاي الكهنة كانوا بيعملوا ايه برضو في تفاصيل في القصص دي اه طبعا بالنسبة لنا يعني الملك والاصر الملكي والعيلة الملكة والطبقة العليا من طبقة الحكام ايضا كانوا بيحتفوا بالطبيعة وبالبصص اللي عندنا يعني في مناظر علية القوم تلاقي حضرتك البيت عادة موجود في حديقة والحديقة دي بيبقى فيها نخل وبقى فيها بحيرة صغيرة وهذه البحيرة الصغيرة بيبقى موجود فيها البط وبقى فيها الأسماك وكل نقدر نقول الكائنات الموجودة في المياه العزبة الكائنات المائية فضلا عن كل ما يحيط بها من أشجار بقى زي التين حضرتك عارفوا التين عندنا الجميز ده برضو من الحاجات المشهورة جدا فالحديقة في مصر قديمة كانت من المعالم البريز الموجودة في بيوت الخاصة وطبعا القصر الملكي عندنا حد سؤالها حرج فيه ومسلا نبص الملكة زي الملكة تيه مراتة من حاطب التالت اللي هي كانت شهيرة جدا في موكب المميوات بالشعر بتاعها الجميل اللي ما زال يعني محتفظا برونقه إلى الآن نلاقي هذا الملك العظيم عمل لها بحيرة اسمها تحينو قاتن يعني بهاء قاتن في الأسر الملك بتاعهم في منطقة اسمها الملقطة في غرب الأقصر فحاك تشوف قديه هذه العظم وقديه هذا الجمال والاحتفاء وتقدير هذا الملك العظيم لهذه الملكة وعزيزة جاء أم الملك أخناتون في غرب طيبة في الأقصر وكذلك أسر أخناتون ونفرتيتي اللي موجود في تل العمرنة الأسور بتاعة رمسيسي الثاني في شرق الدلتا سيتي الأول كلها ولا الملوك العظام كانت هذه الأسور بتاعتهم أشبه بتقدر حدث تقول جنة على الأرض بكل ما بها من جمال وكل ما بها من عظم معادة المصر القديم كان بيحاول يعمل جزء من الجنة اللي هي بالنسبة له هتبقى موجودة في العالم الآخر موجودة على الأرض كي يستمتع بها على الأرض ثم لاحقا ينتقل إلى العالم الآخر ويستمتع بالجنة الأزلية في حقول إيارو اللي احنا بنسميها حقول النعيم طيب اختلاف الأكل بيختلف حسب المكان ولا الجميع بيأكل نفس الفسيخ وبيأكل نفس الملانة وبيأكل نفس الخص وبيأكل نفس البيض مفيش عصير مثلا تنفع معنا ترطب علينا بعد كل اللي أحد عندنا طبعا المأكلات أعتقد في مصر قديمة كانت متقربة بين الشمال وبين الجنوب خصوصا البصل الخاص الملانة اللي هو الحمص والأخضر اللي هو السمك المملح اللي هو الفسيخ البيض كل هذه الأشياء موجودة في الشمال أو الجنوب بس هي فكرة التناول اللي مثلا ممكن بكمية أكتر أو كمية اللي مثلا حضرتك ممكن عندك مثلا مشكلة مع البيض ما بتكلهوش يعني بتختلف من شخص الآخر ووفقا والكميات والأنواع فضلا عن الصعيد له ثقافة العيش مثلا في الصعيد عندنا عيش الشمس بتاو بتاو في الدلتة فكل واحد بقاليه الثقافة لكن هي بعض الأماكن في الصعيد بتقوم بقليل في سيخ مش بتاكله طبعا مملح فقط يعني ولوقتي بدأ يظهر عندنا حاجة جديدة الرنجة مثلا دي ما كانتش موجودة في مصر قديمة فهي كلها أفكار بتؤكد يعني على عشق المصر قديم للحياة وده شيء مهم جدا عبقريته في أنه هو يقدس الطبيعة ويحترم هذه الطبيعة ويقدم للطبيعة الاحتفاء ونقدر نقول يعني شكرا يعني بيقدم للطبيعة زي القرابين وأن المعابد بتبقى عامرة بهذه القرابين لأن الآلهة الوهبة للحياة في هذه الفترة في مصر دي ما كانت مهمة جدا بالذات الآلهة اللي كانت بتاها بالخير ونلاقي دايما الشعب والناس هم عاملين أبرشياشا يعني نوع من أنواع التأدير لهذه المعبودات على عكس مش لازم معنى الكهنة هم اللي بيقوموا بهذا الدور فده نوع من أنواع يعني نقدر نقول احتفاء الشعب ذاتيا بالمخلوقات بالمعبودات التي أوجدت هذا العالم والتي هيئت الحضارة المصرية كل هذه المظاهر للبوء والتميز اللغة القبطية هي أكثر لغة موجودة دلوقتي فيها مخزون معرفي ولغوي من اللغة المصرية القديمة وإحنا عارفين أن ما زالت هذه اللغة بيتردد صدا في الكنائس المصرية يعني على غرار هذا الأمر هل في علاقة ما بين شام النسيم وعيد القيامة دايما بيجوا جنب بعض طبعا شام النسيم وعيد القيامة يعني فيه تقارب وتزامن دائما أن هذا يحدث اللغة القيامة مجيد قيامة السيد المسيح وتحقيق رسالة السيد المسيح عليه السلام على الأرض بيبع يوم الحد يليه اليوم التالي اللي هو يوم الاثنين اللي هو بالنسبة لنا يعتبر شام النسيم وعادة ده بيحصل نتيجة أن هذا يعني الارتباط نتيجة عيد الفصل حضرتك واليعتبر زي يعني التحول نحو الربيع والاحتفاء طبعا لسه فصل الربيع ما نزال نقترب منه في 21 مارس لكن هي دعا الاثنين مرتبطين متلازمين مع بعض منذ أقدم العصور والبداية كانت في مصر قديمة ثم تحولت إلى الأرثوزوكس اللي هم الأباط عندنا في الشرق وكذلك أيضا في أباط موجودين عفوا يعني في أرثوزوكس موجودين في ثقافات أخرى فارتباط عيد القيام المجيد بشام النسيم متلازمة والاحتفاء بهذا العيد من قبل المصريين عموما سواء مسيحيين أو مسلمين في مترادفات لغوية موجودة لغاية دلوقتي من اللغة القبطية طبعا حاجات كتيرة جدا لأن الإبطي هو بالنسبة لنا آخر مرحلة من المصر القديمة يعني هي اللغة المصرية القديمة أو الكتاب وإحنا بنتميها طبعا عندنا كذا سكريبت كذا خط اللي هو الهيروغليفي اللي هي الكتابة المقدسة ثم الهيراتيقي اللي هي كتابة الكهنة ثم الدماطيقي اللي هي كتابة الشعبية والإبطي بالنسبة لنا آخر مرحلة هي طبعا الفرق بينها وبين المصر القديم إن هي أداتنا الصوت يعني ما حضرتك مثلا تقول كلمة سجم يعني يسمع في مصر القديم في الهيروغليفي مثلا هتبقى في الإبطي صوت فبديك الحروف المتحرك الفاوز دي مش موجودة عندنا في المصر القديم مع كلمة مثلا نفر هل هي نفر يعني جميل ولا نفر زي اللغة العربية هل هي كلمة سنة ولا سنة ولا سنة فالتشكيل في اللغة العربية هو اللي بيدل حضرتك المعنى وده اللي خلانا نسمع موكب الممياد بالعظمة دي تمام فما تيجي حاجة بقى تشوف بقى الإبطي بقى نرجع للنقطة اللي قالتها أستاذا منها الاختلاف بقى في اللهاجات المحلية للإبطي يعني مثلا من الدلتة بتكلم إبطي بحيري واحد تاني من الصعيد بيتكلم إبطي صعيدي واحد تاني من أخميم اللي يابسه هاجي بيتكلم إبطي أخميمي واحد تاني من فيوم بيتكلم إبطي فيومي يعني مثلا أنا أقولك أنا من دردة لو أنا من جرجع في واحد أقولك من جرجع واحد أقولك جرجع واحد أقولك مثلا في القاهرة تقول أنا قلت لو أنت في الصعيد أو في بعض جلت في ناس تشدد وتعطش في كل دي لهاجات محلية بتعبر عن ثقافة مصر وبقى حدك عندك البدو عندك سينة عندك مطروح عندك الصعيد الدلتة لكنها كلها تنتمي للثقافة المصرية والحضارة المصرية اللي هي نقدر نقول الأمبريلا اللي هي المظلة اللي احنا كلنا تحت منها دكتور حسين عبد البصير مدير مدحف الأثار بمكتبة الإسكندرية بنسعد بوجودك معنا دايما كل سنة وحركة طائفة من وارتنا وفرصة شكرا جزيلا وكل سنة ومصرين كلهم مدحفين شكرا جزيلا